السلام عليكم ورحمة الله المسلم والآخر ما العلاقة بينهما؟ ما نظرتي للناس من غير المسلمين؟ هل هم كفار ومشركون؟ لكن كيف كفار ومنهم من يعاملني معاملة لطيفة ويحسن إلي؟ هل أرضى أن يعرف عني أن ديني يعتبرهم كفارا؟ إذا كنت فخوراً بديني كله فلماذا أخبئ عنهم؟ هل أنا بذلك منسجم مع نفسي؟ هل أنا كمسلم لدي ما أستحي من أن أظهره للناس؟ هذه تساؤلات تدور في ذهن كثيرين وليست لديهم إجابات واضحة عنها سنناقشها على ضوء مركزية الخالق التي تكلمنا عنها في الحلقات الثلاثة الماضية مصطلح المركزية هو تعبير آخر عن العبودية لله الخضوع له سبحانه في كل شؤون حياتنا أن تخضع لله في نظرتك لنفسك وللآخرين أن تخضع لله في المواقف التي تتخذها من الآخرين وفي طريقة التعامل معهم إيماناً وثقة بعدله سبحانه وحكمته ورحمته المركزية تعبير آخر عن التوحيد أن يكون مصدرك الأوحد في الحكم على الأشياء والأشخاص والمبادئ هو الله تعالى أن تكون معاييرك مستمدة من الله تعالى وحده فتعلم أن أمره هو الحق الأوحد وما عداه باطل كثير من المنتسبين للإسلام يخل بالتوحيد ويخل بالعبودية لله ويحسب مع ذلك أنه على خير ومن أوضح الأمور التي يحصل فيها هذا الإخلال التفلت من الأحكام الربانية في النظرة للنفس والآخرين والتعامل معهم والنفور من القسمة التي جاءت بها الآيات والأحاديث إيمان وكفر ومؤمن وكافر والشك في صلاحية الإسلام لتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمعات أصبح كثير من أبناء المسلمين لا يتقبل مركزية الخالق والعبودية له والخضوع للخالق وتوحيد الخالق في هذا كله ويرى أنه لابد من معايير بديلة وأننا نحتاج أن نأخذ من الإسلام أخلاقياته وشعائره التعبودية ونعيش حاضرنا بمفاهيم العلمانية والمواطنة العالمية global citizenship والمساواة بين المواطنين في البلد الواحد أو بين سكان الأرض بغض النظر عن أديانهم وأن نعتمد المعايير الإنسانوية فالإنسان الجيد هو الخلوق مع الإنسان بغض النظر عن معتقده وعلاقته برب الإنسان والإنسان السيء هو الذي يسيء للإنسان بغض النظر عن معتقده وعلاقته برب الإنسان وهذا من أوضح تجليات مركزية الإنسان كبديل عن مركزية الخالق تعالى أصبح كثير من أبناء المسلمين يرى أن علينا أن نشطب من قاموسنا وصف الآخر بالكافر أو المشرك لأن هذا يهدد النسيج المجتمعي في ظنهم والوحدة الوطنية والتعايش بين سكان الكوكب ومع نقل المركزية من الخالق إلى الإنسان تحول الحق من مطلق إلى نسبي فما عاد الحق عند هؤلاء هو ما يقوله الله تعالى عنه في القرآن أنه الحق وما يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه الحق بل يقولون لك هذا حق بالنسبة لك لكنه ليس حقا بالنسبة للنصراني أو اليهوذي أو البوذي أنت تراه حقا لكنهم لا يرونه حقا وكأن إنكار الآخرين لكون الإسلام حقا ينتقص من كونه حقا بالفعل وكأن إيمانهم بما هم عليه من باطل يجعل باطلهم هذا حقا نسبيا فما عاد هناك مركزية للحق بل تعدد له بتعدد الناس وهم بذلك يحاولون التخلص من حقيقة أن منكر الحق الذي جاء به الإسلام كافر أو تجد بعضهم يطلق عبارة نحن كفار في دينهم وهم كفار في ديننا قاصدا بها أن لفظ الكفر لا يعيبنا ولا يعيبهم وكأننا سواء وهذا كله إخلال بمركزية الخالق إخلال بالعبودية له وبتوحيده برد الأمر كله إليه سبحانه هذا كله شكل من أشكال الشرك بجعل المركزية للإنسان والعبودية لهواه وأرائه وبإشراك معاييره وأحكامه مع المعايير والأحكام الربانية بل وجعلها بديلة عنها نحن عندما نتكلم عن الشرك فعادة ما يطرح التوجه للبشر أو الحجر بالركوع والسجود والاستغاثة والدعاء أو شرك التشريع بتنحية أوامر الله على مستوى الحكم لكن يغيب عنا أن هناك شركا يمارسه أفراد يتوجهون لله في صلاتهم لكن قبلة قلوبهم وعقولهم مختلفة تماما وهذا مرض شائع بين عدد من أبناء المسلمين قال الله تعالى يحكموك تشمل تحكيم رسول الله المستمدة طاعته من طاعة الله في كل شيء في الحكم على الأشياء أنها حق وباطل صواب وخطأ ظلم وعدل والحكم على الناس كافر ومسلم الحكم في هذا كله لله ورسوله لا للمعايير الإنسانوية فالمسلم ينطلق في هذا كله من تقديم حق الله وتعظيم الله مؤمنا بأنه أحكم الحاكمين وأن في حكمه الحق والحكمة والرحمة والعدل بين جميع البشر على ضوء هذه المقدمة تعالوا نناقش علاقة المسلم بالآخر تجذر في نفوسي كثيرين قسمة ثنائية في علاقة المسلمين بغيرهم إما أن تقول بأنهم كفار وبالتالي تسيء معاملتهم وربما تستحل دماءهم وأموالهم أو أن تقول بأنهم ليسوا كفارا فتحسن معاملتهم وتنصفهم وهي قسمة باطلة سببها جهلنا وتجهيلنا بديننا الوصف بالكفر حكم رباني ليس لنا أن نتلاعب به وفي الوقت ذاته نؤمن بأنه حكم الرحمن الرحيم الرؤوف الودود الحليم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها فلن نكون أرحم منه سبحانه بعباده وهنا ملاحظة مهمة وصف كافر لا يعارض أن بعض الكفار قد لا تكون بلغته الرسالة وبالتالي لا يحكم له بناء على حاله في الدنيا بنار ولا جنة طيب ماذا يفعل الله بهؤلاء هذه الحالة تكلمت عنها بالتفصيل في حلقة غير المسلمين هل كلهم في النار حديثنا اليوم عن تعاملك أنت مع الكفار في الدنيا هذا الحكم الرباني على أناس بالكفر لا يدعون ابتداء إلى ظلمهم والكبر عليهم بل يدعون إلى الرحمة بهم والإشفاق عليهم فيجعلنا حريصين على هدايتهم حتى نكون وإياهم إخوة في الدين ندخل وإياهم جنة الله التي وعد بها عباده المؤمنين لذلك انظر في الناس الذين اهتدى على أيديهم خلق كثير في زماننا كلهم يؤمنون بحكم الله في الآخرين أنهم كفار الشيخ أحمد ديدات الدكتور ذاكرناك الدكتور عبد الرحمن السميط وغيرهم كثير عندما نحرص على ترجمة السلاسل والمحاضرات لنصل إلى الكفار على اختلاف لغاتهم ما دافعنا إلى ذلك إلا الرحمة بهم وإرادة الخير لهم وأن نتقي الله فيهم بدعوتهم إلى دينه انظر في المقابل في الذين يشمأ الزون من تسمية كفار وينكرونها من منهم يهتدي على يديه أحد من هؤلاء إذا كان لا يراهم مرضى بالكفر أصلا فلماذا يسعى في علاجهم منه وصف الكفر ثقيل ليس لأن الإسلام منفر ولكن لأن واقع الكافر خطير فهو وصف يشعرك بمدى حاجة هؤلاء إلى إنقاذهم من الكفر وبالتالي إذا سألك أحد الكفار المسالمين بالفعل الذين لا يعادون المسلمين من أجل دينهم ولا يطعنون في الإسلام ولا يستقون بالسلطات ولا بالدول الغربية على إيذاء المسلمين ولا يقتلون من يسلم من بني دينهم إذا سألك ماذا يقول دينك عني قل له يقول أن عليك أن تسلم طيب وإذا لم أسلم تكون كافرا يعني تستحل أديتي بل نقول لك الله سبحانه وتعالى الذي حكم عليك بالكفر هو الذي أمرني بالإحسان إليك والعدل معك بل ويحبني ويحبني إذا كنت معك مقسطا قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أمرني ربي أن أحسن إليك فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان هكذا بإطلاق أمرني ربي أن أعدل معك وأكون أمينا معك فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس كل الناس وأن أقول لك قولا حسنا وقول للناس حسنا للناس هكذا بإطلاق وأمرني أن أتعامل معك بالوفاء لجميلك والوفاء بعهدك فقال وبعهد الله أوفو فجعل معاهدتي معك من أشكال عهد الله فنسب العهد لنفسه سبحانه لتعظيم واجب الوفاء به أمرني ربي إن كان لي أب كافر أو أم كافرة أن أعاملهم بالمعروف فقال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أنت يا من تسألني أمرني ربي أن أصل رحمك إن كنت قريبا لي كافرة فكما قال ابن القيم قال وقد ذم الله قاطعي الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة لقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم وقد جعل الله للقرابة حقا وإن كانت كافرة فالكفر لا يسقط حقوقها في الدنيا قال ابن القيم فالكفر لا يسقط حقوقها في الدنيا أمرني ربي يا ما تسألني أن أحسن إليك وإن كنت كافرا والدا كنت أو قريبا أو يتيما أو مسكينا أو جارا فقال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم وكما قال ابن القيم وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا أنت أيها السائل ما دمت غير محارب لديني فقد نهاني ربي عن الامتناع عن الإنفاق عليك من مال الصدقة المندوبة لكونك كافرا فلما امتنع مؤمنون عن التصدق على كافرين قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله أنتم صدقاتكم تبتغون رضا الله والله الذي حكم على هؤلاء بالكفر يحضكم على أن تنفقوا عليهم وتنالوا رضاه بذلك الدكتور لسميت رحمه الله وخيره كثير من الجمعيات وأهل الخير كانوا في إفريقيا يحفرون الآبار ويفتحون المدارس ويبنون المراكز الصحية للكفار ويخبرونهم عن الإسلام لكن لا يشترطون عليهم أن يسلموا قبل أن يفعلوا لهم هذا كله فهم يتذكرون قول نبينا صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطيبة أجر أنت يا ما تسألني أمارني ربي أن أخصص من مال زكاتي لك إن أحسستك قريبا من الإسلام لأتألف قلبك إلى الإسلام والمؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة أنت أمرني نبي أن أرحمك فقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من في الأرض بعموم أنت علي أن أنصرك إن كنت مظلوما وأن أسعى في أخذ حقك إن استطعت حتى وإن كان ظالمك مسلما فنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على حلف الفضول الذي قام على نصرة المظلوم كل مظلوم وحذرني ربي من ظلمك وأخبرني نبي أن دعوة المظلوم لا ترد أي مظلوم ولو كانت دعوة مظلوم كافر على ظالم مسلم أنت يا من تسأل ما دمت لا تحارب ديني أمرني نبي أن أكون أمينا مستأمنا معك بحيث تأمنني على دمك ومالك فلا أغدر بك ولا أغشك فقال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم هكذا الناس بإطلاق ما دمت غير محارب فإني أتقرب إلى الله بعيادتك إذا مرت وقبول هديتك والإهداء لك وتهنيئتك في الأفراح وتعزيتك في الأحزان وقبول دعوتك والدعاء لك بالهداية هذا ما أمرني به ربي ونبي أن أعاملك به ككتابي أو كافر من غير أهل الكتاب أن أعاملك بالإحسان والبر والعدل والمعروف والوفاء والأمانة وحرم علي دمك ومالك وغشك والغدر بك وبالتالي فأنا أحسن لك من ابن دينك بالتزام أمر الله فيك أنا أحسن لك من ابن دينك بالتزام أمر الله فيك وأحسن ما أرحمك به وأقدمه لك وأحسن به إليك هو أن أدعوك لتؤمن بالله وتترك ما أنت عليه من كفر وشرك فأنا أخاف عليك من عاقبة كفرك ضياعا في الدنيا ونارا في الآخرة أتعامل معك بمثل حرص نبيي صلى الله عليه وسلم إذ قال والحديث بالبخاري قال إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها وهذا كله لا يمنعني من أن أكون صريحا واضحا معك يا أيها السائل في إبطال عقيدتك ما دمت على غير الإسلام أنا لن أنافق لك وأخادعك بأن أوهمك أنك على خير وأنت على كفرك فأنا همي ليس أن تتقبلني كمسلم ولا أن تكف شرك عني أو أستفيد منك مالا أو إحسانا أنا هذا في أنت أريد الخير لك أنت لأني أخرجت لك أنت كنتم خير أمة أخرجت للناس خذ بالك خذ بالك أهم شيء تعرف أني أفعل هذا كله معك تدينا لوجه الله تعالى مش علشان الوطنية والإنسانوية وهذه المعاني العائمة التي لا تضمن الاستمرار ولا تدفعني للتضحية لأن هذه المعاملة فيها مشقة أحيانا وتكليف لما أصل رحما كافرة تقطعني ولا أصاحب والدين بالمعروف وهم يجاهدانني على الكفر ولا أعطيك من مالي صدقة وأنا بسيط الحال ليس لدى الوطنية جنة أدخلها إذا فعلت هذا ولا نار أهرب منها ولا لدى الإنسانوية جنة ولا نار لكن عند ربي الذي أمرني أن أعاملك بهذا جنة ونار ليس في العالم الآن يا كرام مجتمعات إسلامية تمثل نموذجا صالحا لمن يعيش فيها من أهل الملل وليس أهل الملل هؤلاء في دول تحميهم وتسند ظهرهم إذا أسلموا وتحميهم من المتعصبين المعتدين من أهلهم هل هذا كله عذر في ألا يسلموا؟ يقينا ليس بعذر لكنه يضع علينا مسئولية أن نعوض عن هذا بحسن أخلاقنا معهم وتعاملنا المنضبط بضوابة الشريعة لنتألفهم ونسهل لهم مهمة الدخول في الإسلام أقول هذا وأنا أعرف حالات من إخوة وأخوات أسلموا وهم خائفون من ظلم أهلهم لهم ما ذكرناه سيفتح بابا لأسئلة كثيرة هل هذا يعني أن أعامل الكافر غير المحارب كما أعامل المسلم؟ هل هذا يعني جواز المودة للكافر؟ طيب وماذا عن الكافر المحارب؟ سنجيب بإذن الله في الحلقات القادمة وختاما يا كرام المسلم أطيب الناس وأصدق الناس وأصرح الناس وأرحم الناس بالناس علينا أن نفاخر بديننا كله ليس عندنا ما نخبئه أجنداتنا الخفية هي أجنداتنا المعلمة رحمة للعالمين خير أمة أخرجت للناس بينما أعداء المسلمين لديهم أجندات مبطنة هي تكفير المسلمين وهم لا يقولونها صراحة بل يستخدمون كل أسلوب لممارسة هذا التكفير بتزيين الكفر وتحقير الإسلام في نفوس المسلمين وينشرون التشكيك في ديننا تحت ستار العمل الإنساني أحيانا التبادل الثقافي التنوير الفكري ويحاربون الفطرة وينشرون الخبث تحت ستار الحرية الشخصية والثقافة الجنسية وغيرها من الشعارات أصحاب الأجندات المبطنة الخفية الخبيثة خوانة غدارون بينما نحن صريحون مكشوفون فحق لهم أن يدسوا رؤوسهم في الرمال وحق لنا أن نرفع رؤوسنا عالية بديننا والسلام عليكم ورحمة الله